ايوان اخويات و الاخوات مرحبا بكم السلام عليكم جميعا كانت منتكنوا على خير و بخير تحية جميل احرار في المغرب و خارج المغرب تحية المشاركين تحية المشاركات تحية الناس اللي كيدعموا القناة تحية الناس اللي كيدعموا القناة بالتعليقات باللايكات الجميع مشكور الى في هاد الفيديو غادي نحاول نهضروه على واحد الواتيقة اللي بزيفة الناس كيسمو عليا ولكن تنظن حتى شي واحد ما مقراها ولا اسمحها ولا البنوت دياله شنو فيها و ذاك شي المهم حاولنا ندر واحد الاجتهاد كنجبدو الواتيقة ديال الحماية اللي ما تعرفوهاش بزيفة المغربة اللي كيسمو عليا واتيقة الحماية ولكن انت واحد ما تعرفش شنو في هاد الواتيقة اللي امضى عليها ما كانوا يطلقوا عليه مولاي عبد الحافيد وممتل الحكومة الفرنسية في ذاك الوقت اللي هو اوجين رينيو هناك بعض الناس ولو واحد القادية تي امنوا بين الناس في المغرب وخاصة عن طريق التخدير لانا ذاك شي اللي قرروانا وذاك شي اللي بغونا ندخلوا الدماغاتنا وروسنا فهمتي وبغونا نعرفوه هو ان المغرب طارد فرنسا ان فرنسا كانت مستعمرة المغرب هاد شي اللي تي حاولو يدرسوا هاد الجيل والاجيال القديمة وحتى احنا يدحكوا علينا بها القادية لانك رعرفوا ان النظام المغربي النظام العلوي هو اللي يطلب الحماية لانا في ذاك الوقت كانت يعني كان النظام العلوي على وشك السقوط على وشك الاختفاء خاصة ان عدة مناطق في المغرب بدت كترفض انها كتخلص الدرائب بدت مقاومة بين سكان بعض المناطق مع النظام يعني كانت ظهرات وحد 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 ثوارات متفرقة في المغرب يعني اللي كانوا يطلقوا عليها وما يطلقوا عليها الان هي السيبة تيقولك عام السيبة واسميته يعني ان النظام يعني الشعب المغربي بدأ بدا تيتور على النظام المغربي وعلى هاد القضية هدي ان النظام المغربي ملقاش يعني شي حل ملقاش مثلا انه يعني يقضي على هاد التوارات المتفرقة في عدة مراتق في المغرب الحل الوحيد اللي كان عنده وهو انه يبيع المغرب الفرنسا يعني يعاية الفرنسا يقول لي اجوا استغلوا المغرب خذوا منه اللي بغيته فلاحيا ولا جميع التروات اللي كانت في المغرب خذوها ولكن خليوني انا في الكرزي خليوني انا نكون حاكم يعني غير خليوني انا هو السلطان وانا هو الماليك وانا هو هذا وانا هو امير المؤمنين وانتوما ديروا اللي بغيته في المغرب يعني غير حميوني غير انا نبغى وعلى هاد الظروف هذي خرجت هاد وثيقة الحماية اللي مضاها النظام المغريبي النظام العلاوي مع السلطات الفرنسية لتيجور كاسيدي وثيقة الحماية من الوثائق المهمة التي صدرت في اول عدد من الجريدة الرسمية وباللغة الفرنسية وامضها السلطان مولي عبد الحافظ العلوي في مدينة فاس بتاريخ 30 مارس 1912 مع ممثل الحكومة الفرنسية اوجين رينيو وهذا نص الوثيقة ان حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة صاحب الجلل الشريفة برغبة منهما في اقامة النظام قار بالمغرب سمعتوا نظام قار بالمغرب مبني على النظام الداخلي والامن العام يسمح بإصلاحات ويضمن النمو الاقتصادي للبلاد يعني هاد الاتفاق يولا هاد الوثيقة اللي غد يتمضى كل هدف منها وهو اقرار نظام الامن الداخلي ويسمح بإصلاحات ويضمن النمو الاقتصاد والبلاد لغما انه انا اتفق لانه مثلا المغرب في عاد الحماية كان حسن من المغرب من اللي خرجت منه فرنسا يعني يكون غير بقيت فعلا فرنسا مستعمرة المغرب يعني لانه كانت القوانين الفرنسية كانت يعني كان كل شي فرنسي حتى اللايف ستايل حتى الحياة يعني حتى بزفت الحويش يعني الاهتمام بالانسان حرية التعبير الاهتمام بالمواطنين يعني هادش كله كان في عاد الحماية ولكن رغمها هادش ان الشعب المغربي الاحرار ديال المغرب كانوا رافضين انهم يكونوا تحت الحماية ديالش دولة اخرى لانه ما يمكنش مثلا واحد دولة اللي هي دولة وغض يطلب الحماية ديال دولة اخرى يعني هادش ما جاتش يعني هادش كانت تسمى يعني اشان نقول لكم شماتة يعني اللي قام بهذه الخطوة هذه يعني هو في الحقيقة شماتة يعني شماتة بمعنى الكلمة المهم اشتي يقول لك البند الاول اتفقت حكومة الجمهورية الفرنسية وصاحب الجلل السلطان على انشاء نظام جديد بالمغرب يتضمن الاصلاحات الادارية والقضائية والمدرسية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي ترى الحكومة الفرنسية صلاحية ادخالها على التراب المغربي سيحافظ هذا النظام على الوضع الديني واحترام السلطان ورفاهيته اسمعتو يعني هادش كل فرنس غادي تدخل المغرب وتستغلق يعني ابشع استغلال اشنه هو المقابل انه سيحافظ هذا النظام على الوضع الديني واحترام السلطان ورفاهيته مشهما انه غير يعيش انه خسو يعيش الرفاهية احترام السلطان ورفاهيته التقليدية وممارسة الدل الاسلامي على المؤسسات الدينية والاوقاف كما سيتضمن تعديل التنظيم المخزني الشريف تتفاهم حكومة الجمهورية مع الحكومة الاسبانية حول مصالح هذه الحكومة باعتبار موقعها الجغرافي وامتلاكها اراضي على الشاطئ المغربي كما ان مدينة تنجا ستحافظ على طابعها الخاص المعترف لها به والمحدد لنظام بلديتها لان تنجا كانت دولية البوند التاني شو يقول يقر صاحب الجلالة السلطان ابتداء من بان الحكومة الفرنسية ستشرع بعدما اخبرت المخزن في الاحتلال العسكري للتراب المغربي هذه من اول مبادئ للحماية الحماية وهي الاحتلال العسكري للتراب الوطني المغربي حفاظا على النظام وامل العملية التجارية كما ستزاول المهمة الامنية على الارض وكذف المياه المغربية يعني استعمار كل للمغرب البوند التالت شنو تيقول تيقول كاسيدي تتعهد حكومة الجمهورية بتقديم دعم متواصل لصاحب الجلالة الشريفة ضد اي خطر يهدد شخصه او عرشه وسيقدم الدعم ذاته لولي العهد ولمن يأتون من بعده را لحد الآن الحماية رمزان شدة سمعتش كيقول هذا البوند التالت للحماية كيقولك تتعهد حكومة الجمهورية الفرنسية بتقديم دعم متواصل دعم متواصل لصاحب الجلالة الشريفة ضد اي خطر يهدد شخصه او عرشه يعني هذا هو المقابل دي الاستعمار المغرب لفرنسا وهو الحفاظ على سلامة الماليك والعرش دياله وسيقدم الدعم ذاته لولي العهد ولمن يأتون من بعده يعني لحد دي الأر مازال حماية واكلة يعني مازال سارية البوند الرابع الشي يقول تصدر التدابير اللازمة لنظام الحماية الجديدة باقتراح من الحكومة الفرنسية عن صاحب الجلالة الشريفة او عن السلطات التي يفوض لها ذلك وينطبق هذا على القوانين الجديدة وتعديلات القوانين الجارية يعني فرنسا سيكون عندها تدخل كامل في كل ما يزري في المغرب البوند الخامس تيقول يمثل الحكومة الفرنسية لدى صاحب الجلالة الشريفة عميد مقيم عام له مقيم عام له سلطات الجمهورية في المغرب يعني المقيم العام هو يمثل فرنسا في المغرب عمد السلطات الجمهورية في المغرب وسيسهر على تطبيق هذه المعاهدة العميد المقيم العام هو الوسيط الوحيد للسلطة لدى الممثل الأجانب وفي العلاقات التي يبرمها هؤلاء مع الحكومة المغربية يعني من اللي غادي تكون شيء اتفاقية مع الحكومة المغربية خاص المقيم العام هو اللي كيقوم بهذا 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 الاتفاقيات وهو المكلف بكل ما يخص الأجانب في الإمبراطورية الشريفة له سلطة إصدار جميع المراسيم التي يدعوها صاحب جلالة الشريفة باسم الحكومة الفرنسية والتصديق عليها يعني الماليك والسلطان كان ترطور يعني عبارة عن ترطور البنت السادس يكلف المنتدابون الدبلوماسيون والقنصوليون الفرنسيون بتمثيل الرعاية المغاربة وحماية المصايح المغربية بالخارج يلتزم صاحب جلالة السلطان بأن لا يمضي أي عقد ذا طابع دولي إلا بالموافقة القبالية لحكومة الجمهورية الفرنسية يعني الماليك لا يمضي معاهدة ولا يمضي واتيقة مع دولة أجنابية خس كل موافقة دير السلطات الفرنسية البنت السابع تتعهد حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة صاحب جلال الشريفة بتحديد أسس إعادة التنظيم المالي بناء على اتفاق مشترك يحترم حقوق أصحاب رسوم القرض العمومي المغربي ويضمن التزامات الخزين الشريفة والجبيل منتظم لمداخل الإمبراطورية يعني الضرائب لا تكون مصايحة المغرب يعني الفرنسا هي اللي تتخذ الضرائب دير المغرب البنت الثامن يمنح صاحب الجلال الشريفة على نفسه مستقبلا أن يمضي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي قرض عمومي أو خاص أو يمنح بأي شك من أشكال أي تنازل بدون ترخيص الحكومة الفرنسية سمعتوا اسمها هذه قضية خطيرة جدا وما زال واكلا دابة يمنع صاحب الجلال الشريفة يمنع صاحب الجلال الشريفة على نفسه مستقبلا أن يمضي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي قرض عمومي أو خاص أو يمنح بأي شك من الأشكال أي تنازل بدون ترخيص الحكومة الفرنسية يعني المالي يعني بحالة طرطور ما عنده لش الحق يمضيح تعالى شي قرض إلا بموافقة الحكومة الفرنسية البند التاسع ستخضع هذه المعادلة للتصديق من قبل الحكومة الجمهورية الفرنسية ويسلم النص المصادق عليه لصاحب الجلال في أقرب الأجال الممكن لهذا وضع الموقعان أسفله هذا العقد وأمضيه بخاتميه ما حرر بفاس في 30 مارس 1912 وهنا يرى كاتب لك الاسم اللي كان مسؤول فرنسي اللي وقعه والمالك المغربي والسلطان كيفما كانوا يسمونه في ذلك الوقيت أنتم ما تسمعوا لهذا الأخوة المغاربة اللي مازالكي آمنوا أن فرنسا راس تعمراتنا ورح ندرنا المقاومة لأن الفرنسا فرنسا لم تستعمر المغرب يوماً ما فرنسا المغرب لم يستعمر المغرب نظامه العلاوي هو الذي طلب الحماية وتطلب الحماية لهماية المغرب ولك لحماية شعب المغرب النظام المغربي طالب الحماية من فرنسا لحمايته من الشعب المغربي وده بكتفاض القروضة دي النظام تخرجوا الوطنية ونحب المغرب وكذا وهذه ووحدات المغرب الترابية النظام المغربي ليست له اي صلة بالمغرب ولا بالمناطق المغربية ولا بأي رقعة بالمغرب النظام الملكي المغربي همه الوحيد هو الكرسي همه الوحيد هو استغلال شعب المغرب هو استغلال تروات المغرب النظام المغربي وجماعة من المرتزق الذين يجتمعون حوله هم الذين يسرقون خيرات المغرب يتمتعون بخيرات المغرب والشعب المغربي هو اللي يخلص الشعب المغربي هو اللي يدفع تياخذوا القرد من الخارج الشعب اللي يخلص تيفرضوا الضرائب الشعب اللي يخلص ياخذوا الأجمة الخيالية الشعب اللي يخلص هاد للشعب قليل حتي ماذا تريد دور الذي هذه الحياة؟ عمالش هذه الحياة السموات تتخلق فوق الهوقين العرضية اللي يسموه مغرب؟ وش باش يعيش هده الدل وش باش يعيش هده هد القمع هذا الحياة حياة يعني لا قيمة لها يعني الإنسان المغربي لا قيمة له ولا حياة له أشنهما الشعر المغربي عبارة عن عبيد أنهم يعني يطبقون الأوامر وأي وحد يرفض الأوامر ديال الحكام يمشي للحبس ويقلصوا على القراعي يعني راكم عارفين شنو كترا في المغرب دا بدو كل ناس اللي يخرجوا دا بدو يتبجحون المغرب وحنا وهذه راح نكون ماشي مغاربة المغرب من شية المغاربة المغرب را شاداء فرنسا لحد اليوم لأنه تحميل فرنسا هذا化 الشعر لأنه المغرب لا يمكن يقع فيه شي Grand Prix يعني إلى ما ناتج الشعر المغربي هو اللي غير هذا المغرب هو اللي يبطل هتلواتيقة اللي كنا بين النظام المغربي وفرنسا را ميمكن شغير هتلواتيقة را واتيقة الحماية ما زل سرية اليوم نهاد مدم أن ها تضمان للمالك ولي العهد ولي العهد يعني الاتفاقية مفتوحة ما عندهاش حد ما عندهاش نهاية النهاية اللي غادي تكون عند هاد وطيقة الحميين في المغرب وهي القداء على هذا النظام المغربي يطاح بالنظام المغربي عاديك السعشع المغربي غادي يكون عنده حر الإختيار من سيحكمه ولكن فضل هاد الحكم فضل هذا النظام ليس هناك لا حرية ولا ديمقراطية ولا كرامة يعني يعني اللي كين في دبا في المغرب وهو أنها العائلة هادرة ليس همها المغرب ولا المغارب ولكن همها هو الكرسي ومن يحميها هي فرنسا وقد دفع الفرنسا من أموال الشعب من خيارات المغرب باش يتبقى في الكرسي خوتي إخواتي ما بقى ما نقول كانت من يعجلكم الفيديو اللي يشاف الفيديو كله دير لايك دير لايك يعني انتو وجهك كما تيقولون إخونا أخوات تبارك الله عليكم